موسيقى من قناة الجديد في بيروت مساء الخير نقل الشيخ أحمد الأسير المشهد السياسي إلى كفرذبيان وقرر إحياء المولد النبوي الشريف تزلجا مدججا بمرافقين استنفر أهل كسروان الذين إذا ما جاءهم أرتوديكسي اعتبروه غريب فكيف بشيوخ والحن وعناصر أمن قصدت بياضهم من القاطع الآخر في المبدأ فلج لبنان لكل الناس ولطالما اختبره الأجنبي والعربي قبل اللبناني نفسه وانطلاقا من هنا فإن أحمد الأسير يصنف متزلجا لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات ورفاقه في الجهاد على الثلج يحق لهم التمتع ببياض الجبال واللعب والتدحرج واكتساب سمرة شمس الثلج ويمكنهم أيضا ارتياد المنطقة من دون فرق استعراض ودب الذعر في نفوس أهل المنطقة الذين توجسوا المواكب والحمايات والجيش الإسلامي القادم ككرة ثلج ثم إن مولد الرسول الأكرم يجري إحياؤه في المساجد فلماذا غير الأسير اتجاه الريح الدينية؟ وما دم متحرقا إلى التزحلق فلماذا لم يقصر المسافة؟ ويتجه جنوبا إلى عمق ثلوج تمتد إلى أعالي جبل الشيخ أم إنه يتوخى هناك مواجهة رجال الثلج غير المرئيين بالعين المجردة؟ الرحلة إلى كفرذبيان انتهت بسلام بعدما لعب مرة جديدة شفيع الأسير مروان شربل دور الإطفائي الذي أخمد نيرانا كادت تندلع من تحت الثلج وكلف وجهاء المنطقة وقادتها السياسيين العمل لتطويق مفاعل الرحلة وأهم نتائجها أن أهالي كفرذبيان أذاق الشيخ الأسير وصحبه طعم قطع الطرق التي كانت حكرا عليه في صيدا والمولد النبوي الشريف كان مناسبة في سوريا لظهور الرئيس بشار الأسد مصليا ومسلما على الجموع في جامع الأفرم الواقع في حي المهاجرين شمالي دمشق وبعد الصلاة غادر الأسد المسجد في سيارة كان يقودها بنفسه وهو أول رد رسمي على التقارير الغربية التي قالت أن الرئيس السوري يسكن في بارجة في عرض البحر ويتنقل منها عبر طائرات مروحية وبعد الصلاة على النبي ترفع سوريا صلاتها غدا في مسيرة مليونية دعت إليها السلطات الرسمية على نية عودة الأمن إلى البلاد قتلان في وطل جوز نتيجة إشكال على حقية المرور والقاتل يفر إلى جهة مجهولة تطور حادث على أفضلية المرور بين شاحنة وسيارة فان من نوع فولزفاجن في بلدة وطل جوز في موحيد جبايل إلى عراق ثم إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل كل من غسان سيفدنين وولده هادي الجندي في الجيش اللبناني وبحسب رواية الأهالي فأنه فيما كان مصطفى سيفدنين الذي يتجه إلى عمله المعتاد في توزيع الحليب حدث تلاسم بينه وبين سائق الشاحنة تطور إلى عراق بعدها أتى الوالد الذي كان يركب سيارة من نوع جي أم سي وفور ترجل الوالد من سيارته أطلق سائق الشاحنة النار عليه وأرداه قتيلا هو وولده وفر السائق إلى جهة مجهولة فيما نقلت الضحايا إلى مستشفى السان جورج في عجلتون مختار لاسا محمود المقداد أكد أن لها خلفية سياسية للحادث داعيا الأجهزة الأمنية إلى اعتقال القاتل عيب بقى المسؤولين ما يتحركوا لأنه فيه مسؤولين وراههم بقى كل أسف ما تسميهني بيعرفوا حاله الغريب منه جاي يفتاع الجريمي جاي ياخد نقل ترامل وفن ما له مصلحة يعادي حدا ولا شيء جاي يرتزق هذا بس اللي وراههم عامل مافيا لا هو اللي هو وراه الأسف ولفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أنها وبنتيجة التحقيقات الأولية تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ويدعى أنتوني خليل ودهمت وحداتها منزله في بلدة حراجل لكنها لم تعثر عليه بسبب فراره إلى جهة مجهولة وقد عممت رسما شمسيا للمشتبه فيه خلدون سنجاب النازح إلى لبنان من سوريا مثل لإرادة لا تنكسر وحب للحياة يتحدى أصعب الظروف في تحقيق للزميل جاد غسون طرق النزوح الوعرة هذه تصبح سهلة في مقابل العيش في الركام السوري فقرية خربة روح الحدودية هي طبعا أكثر أمنا من طواحين الخراب في سوريا غير أن ما ستشاهدونه ليس قصة نازح سوري عادي إنها معجزة تتحقق في كل يوم من السنوات التسع عشرة الماضية هذا هو خلدون سنجاب الذي يلازم سريره خلال هذه السنوات الطويلة بعدما أصيب جسده بشلل كامل لم يبقى غير وجهه وعقله سالمين لم تنن المصيبة من شعلة الحياة في قلب خلدون الذي قرر مواجهة المستحيل تعلم برمجة الكمبيوتر الذي تحكم فيه من خلال شفتيه وجهاز ماوس خاص ملقا عليهما ترجمة نانسي قطع ترجمة نانسي قنقر لا تكتمل معالم معجزة خلدون إلا بكلمة الحمد لله وبسمة لا تفارقان وجهه الضربة القاضية التي يفوز بها خلدون على كل ما ترمي به الحياة عليه تتجسد لحظة يصبح هو الكتف المواسية للجميع من حوله كل ما صار معي مشكلة بشيدي عنده حبه يعني الصبر اللي متحلي فيه خلدون هي درس للمنطق مش لقله بس لوحده للعالم كله للبشرية كلها أن يعيش إنسان كخلدون بخطر في بلاده فلابد أن تكون بحاجة إلى عون من الله وإن كان على الأرض من وجه يظهر لله ففي وجه خلدون لابد أن نراه جاد وصن قناة الجديد رحلة ترفيهية سياحية للشيخ أحمد الأسير إلى كفرذبيان لمناسبة المولد النبوي الشريف تخللتها معوقات كثيرة ومحطات للصلاة واللعب والتسلية تقرير للزميل رامي الأمين كانت الطريق سالكة وآمنة إلى كفرذبيان حتى للسيارات غير المجهزة بسلاسلة معدنية لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى السيارات أو الحافلات المحملة بعناصر إسلامية في كفرذبيان اصطدم موكب الشيخ أحمد الأسير بكتلة بشرية من أهالي البلدة لم ترقها زيارته للمنطقة بدأ المعتصمون حازمين في عدم سماحهم للأسير بالمرور فتدخل الجيش اللبناني لم تنفع القوة التي لم يوفرها الجيش حتى في التعامل مع الصحفيين والمصورين وبقيت الطريق مقفلة أمام الأسير في مكان أخر أقدمت جرافة لقيطة لم تتبنها بلدية كفرذبيان على قطع طريق أخرى مؤدية إلى حلبة التزلج فعلق المواطنون ضحية الزائر غير المرغوب فيه لأنه مسيو أسير يجع بينه اليوم يحيي العيد المولد النووي الشريف على التلج بلا ما يروح على المسجد يسلي يعني أكثر من هيك بعد فيه بهدلة هذه منطقة التزلج بيرتادة بالنهار 500 بوستر مش بس 40 بوستر الأمور فازاً لشوف يزوم للإشياء الأمنية وهل أديها الحشود وهل أديها الإعلام المعظم لو أنه الأمور بيقطاره الطبيعي بيطلع مش مع 40 مع 400 بوستر وبالعكس بيصاله بيستمارس هوايته أخيراً وبعد اتصالات كثيرة أجريت مع مرجعيات سياسية وأمنية خطحت الطريق اندفع موكب الأسير سيارات وحافلات بحماسة إلى وجهته إلى الثلج وتماشياً مع ذكرى المولد النبوي الشريف وربما تأكيداً للعيش المشترك أقام الأسير الصلاة في باحة حلبة التزلج أنه الإسحار ما بيمثل أولاً أهل المنطقة وتحديداً ما بيمثل شركائنا المسيحيين لأنه أنا من أول ما وصلت على المنطقة كل الضياع والمناطق اللي وصلنا قبلها ونزلنا بمحطات فيها وجدنا ترحاب شديد ومحبة شديدة من كل أهل المنطقة فالعشر خمسة عشر شاب عندهم وجدت نظر معبئين للأسف وأعتبروا أن أنا ضحية زعمائهم الظلاميين فكانت الإشكالية عندهم لعب الأسير مع مناصريه رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً بالأبيض الناصع تراشقوا بكرات الثلج جيش الأسير الذي لم يكن مسلحاً هذه المرة حتى فضل شاكر عادت الدحكة إليه إلى أن التقطته عدسة الجديد الأمر الذي أثار غضبه بدأوا كأنهم يحتفلون بالوصول إلى هنا إلى هذه القمة التي يعلوها صليب مسيحي نجح الأسير في اللعب على الثلج لم يكسر قدمه كما حدث لغيره حينما قرر التزلج بدأ كأنه يعرف تماماً أين يطأ وماذا يريد لعبة جديدة أضافها الأسير إلى سجله الحافل بالألعاب هذه المرة اختار الثلج ليضيف استعراضاً جديداً على استعراضاته الكثيرة ولا شك أنه نجح في الاستعراض إلى أن يذوب الثلج رامي الأمين قناة الجديدة شاحنة لنقل الأسمنت تقع من على جسر نهر الموت وتستقر على سيارة أجرة انقلبت شاحنة لنقل الإسمنت من على جسر نهر الموت واستقرت على سيارة أجرة قرب الجسر تعود إلى المواطن شفيق جرجس وعلى الآثر رفعت عناصر من قوى الأمن الشاحنة ونقلتها من المكان لتسهيل حركة مرور السيارات وفيما أدى الحادث إلى إصابة صاحب الشاحنة وليد الجردلي ونقله إلى مستشفى هارون لم يكن جرجس في سيارته المتوقفة على الطريق كنت في سيارة عم باكل عروس وخلصت أنت بدي أشرب طلعت لقيت شيء عن لبد طلعت لقيت السيارة الكاميون عم يقلق وطلعت هربت ورجعت أخل وعلى أتسرات جلديب قتل موريس الحايك في حادث سير وفي المراجات انحرفت شاحنة تنقل الموز من لبنان إلى الأردن على الطريق العام بعد تعطل مكبحها جبهة النصرة ما خلفيتها الفكرية وما سبب ظهورها بقوة على الساحة السورية تحقيق للزميل صبحي أمهز إنها جبهة النصرة جبهة خطفت الأضواء من الجيش السوري الحر وأصبحت كأنها الطرف الرئيس والأقوى المناهد للنظام السوري هناك إحصاء غربي يقول بأن معظم العمليات التفجير وعمليات الناجحة بين مزدوجين قامت بها جبهة النصرة أما الجيش السوري الحر فهو خليط غير متجانس في الحقيقة من فارين ومن هاربي سجون ومن أفراد من الجيش السوري يفتقروا إلى اللحمة القوية التي تجمعهم في حين أن جبهة النصرة تمتلك مثل هذه اللحمة الخبير بالجماعات الإسلامية الشيخ عمر بكري فستق يشير إلى أن أبو محمد الجولاني هو أمير الجبهة وأن كثيرا من مقاتليها أتوا مما يسمى الدولة الإسلامية في العراق بعدها بدأت تأتيهم الشباب من كل حد وصوب سواء من العراق أو من ليبيا أو من اليمن أو من الجزائر أو من تونس أو حتى من الدول الأوروبية والدول الغربية من أهل السنة والجماعة من من يحب تنظيم القاعدة لذلك أنا أعتقد أن أجيال تنظيم القاعدة هي كوادر جبهة النصرة وإن كان التنظيم كتنظيم لا علاقة له بجبهة النصرة كلام بكري تؤكده الوقاء فبحسب مجلة EIR المتخصصة بمجلات الاستخبارات فإن عبد الحكيم بالحاج مؤسس الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا التي كانت الحليفة الرئيس للإدارة الأمريكية في فترة الصراع مع النظام القزافي توجه في تشرين الثاني عام 2011 إلى تركيا والتقى بمسؤولين من الجيش السوري الحر لمساعدتهم بالتدريب والتسليح بعد ذلك برز اسم القائد السابق لما كان يعرف بكتيبة طرابلس التابعة تنظيمياً لبي الحاج مهدي الحاراتي كأمير للواء كتيبة الأمة في سوريا إن شاء الله يكون فطور هذا الفطور في آخر ليلة في رمضان وإن شاء الله في المجل الأمور وتضيف المجلة إنما يقارب ستمائة مقاتل ليبي دخلوا إلى سوريا بينهم عشرين مقاتلة متمرساً من كتيبة طرابلس قد لا تكون جزءاً مباشراً من تنظيم القاعدة لكن لتنظيم القاعدة مجموعات تتأثر بفكره وبإديولوجيته وبطريقة عمله اللافت من كل ما ورد أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدراج جبهة النصرة في قائمة المنظمات الإرهابية في كانون الأول الماضي أتى بعد اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي التي كان لبعض فصائل الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا علاقة به الرئيس السوري بشار الأسد يشارك في إحياء عيد المولد النبوي الشريف والسلطات السورية تدعو المواطنين إلى المشاركة في صلاة مليونية غداً الجمعة على نية عودة الأمن إلى البلاد واستمرار القصف والاشتباكات في مناطق عدة شارك الرئيس السوري بشار الأسد في مراسم عيد المولد النبوي في جامع الأفرم الواقع في حي المهاجرين في شمالي دمشق إلى جانب مفتي الجمهورية أحمد بدردين حسون ورئيس الوزراء وائل الحلقي ووزير الأوقاف محمد عبد السبتار السيد وعدد من المسؤولين وجدد وزير الأوقاف في كلمة ألقاها في الاحتفال بعد صلاة العصر الدعوة التي وجهها الأسد للمشاركة في إقامة صلاة مليونية يوم غداً الجمعة في جميع المساجد السورية على نية عودة الأمن إلى البلاد هذا الدعاء وهذه الصلاة في هذه الأيام التي نمر بها بهذه الظروف ولا يوجد لدينا شيء أغلى من سوريا وأعظم من سوريا فأن نرجى إلى الله سبحانه وتعالى وهي حاجة كل المواطنين نساء ورجالا شيوخا وأطفالا بكل الانتماءات كل الناس بحاجة إلى المولى سبحانه وتعالى كي يقضي لنا هذه الحاجة بأن تعود نعمة الأمن والأمن إلى سوريا وتبادل الأسد بعد فراغه من المشاركة في مراسم الاحتفال الأحاديث والتهاني مع بعض المواطنين المحتشدين حوله في الجامع كما تسلم من بعضهم الآخر بعض الرسائل المكتوبة قبل أن يتوجه إلى سيارة كانت في انتظاره خارج حرم الجامع قادها بنفسه ميدانياً أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء في حمص تتعرض لقصف من الجيش السوري ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص في ظل استمرار الاشتباكات بين هذا الجيش ومقاتلين معارضين في غربي المدينة لليوم الخامس على التوالي وفي محافظة درعا جنبي البلاد تعرضت بلدة بصر الحرير لغارات جوية فيما يشهد محيطها اشتباكات بين مقاتلين معارضين والجيش السوري وشنت الطائرات الحربية غارات في محافظة ريف دمشق وفي المقلب الآخر ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الجيش ما زال يلاحق فلول المجموعات الإرهابية المسلحة وقد تمكن من إعادة الأمن إلى محالج الأقطان في الرقة بعد الاشتباك مع مجموعات مسلحة كانت التمركز في المكان كما وبحث محافظ حمام مع رئيسة باثة الصليب الأحمر الدولي في سبول إيصال المساعدات إلى الأهالي المتضررين في المحافظة وفي خطوة لافتة تناولت مواقع الانترنت فيديو تظهر فيه نساء يرتدي لزي العسكري الرسمي السوري وأكدت هذه المواقع أن الرئيس الأسد شكل لواء نسائيا يحمل اسم لبوات الدفاع الوطني يقوم بمهمة الدفاع عن الدولة السورية بحسب ما جاء على صفحة اللبوات في موقع فيسبوك في إشارة إلى أنهن يقف نصفا إلى جانب أسود الدفاع الوطني الذي يشكله عناصر الجيش السوري وفي الشأن السياسي أقر وزير الخارجية الفرنسي لورانفا بيوس بأن الوضع يشهد جمودا في سوريا التي انتقل النزاع فيها برأيه إلى الدرجة الثانية من الاهتمامات بسبب أزمات أخرى لا مؤشر إيجابيا مؤخرا إلى اتجاه الحل الذي ننشده أي تنحي الرئيس السوري وبدء مرحلة انتقالية كما أن المحادثات الدولية لا تتقدم أيضا ومن بغداد استبعد السفير الإيراني في العراق حسن دناء فر أي حل سلمي للصراع الجاري في سوريا خلال العام الجاري معربا لوكالة فراس بريسان اعتقاده بأن الصراع في سوريا فيه ملامح حرب أهلية عودة شمشوم إلى لبنان في هذا التقرير يستعد هذا الرجل ليكون إلى جانب أصحاب الأرقام القياسية في ممارسة الألعاب الخطرة مارون رياشي هو أبن الملقب بشمشوم لبنان صاحب الشهر الواسع في قدرته على استعمال شعره في سحب السيارات والحمولات التي يعجز عنها الإنسان العادي مارون يطمح أن يمثل لبنان في البطولات العالمية هذه الشاحنة التي يتخطى وزنها 3000 كيلوغرام يتحدى مارون نفسه من أجل سحبها بخصلة من شعره أنجز مارون المهمة بنجاح ولكن ما هي الخطوة التالية؟ هذه الحركة نحن صنعنا حركة صنعنا حركة جديدة يعني ما حدا أعملها بالعالم هذا شيء من عند الله يعني أنا مش ما أعمل مثل ما شايفني جسمي عادي ما عندي فزيك والإشي هاوي يعني ووزنة تقريبا هلأ بحدود الواحدة وستين كيلو ونص وطموحة أكيد طموحة أنه نقدر مسل بلدة وارفع اسم بلدة بكل دول العالم يعني مارون رياشي يطالب وزارة الرياضة بالالتفات إليه ومساعدته ماديا من أجل تحقيق حلم العالمية أهلا بكم من جديد أشخاص اختاروا غير الدين ليحكم علاقتهم فما بالوا رجال الدين في الرفض وبالوا السياسيين في العرقلة بعد سنوات طوال من البحث من أجل تشريع الزواج المدني في لبنان ها هو السيد طلال الحسين مع قانونيين عثروا في مخلفات الانتداب الفرنسي على الحل استنادا إلى القرار ستين لامري صادر ب13 أدار 1936 واستنادا إلى الدستور أيضا وخصوصا إلى مقدمة الدستور اللي بتنص على الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهالموضوع المادي 16 المتعلقة بحق الزواج بدون أي تمييز وفقا للجنسية أو العرق أو الدين لم يعد الزواج المدني في لبنان حلما بعيد المنال وانقطعت السياسة الطريقة عليه مش المشكلة بالسياسيين نتبهي المشكلة بسلطات رجال الدين قد أي واحد من هون لما بيقول أنا بأيد تسجيل العقد الحالي بانتظار أنهم يعملوا قانون بيكونوا شاطرين كتير إذا عملوا على كل ثنائي اليوم يريد الزواج مدنيا في لبنان سوى اتباع الخطوات التالية أولا حثوا الإشارة إلى المذهب من سجلات النفوس ثانيا الحصول على إفادة من المختار تؤكد أهلية كل فرد ثالثا استصدار إخراج قيدا والتصريح لدى مأمور النفوس بأن الهدف منه هو عقد زواجا مدني أما رابعا فالإعلان عن نية الزواج قبل 15 يوما وخامسا التوجه إلى كاتب العدل المرجع الصالح حاليا لإتمام العقد سادسا تسجيل عقد الزواج جدى مأمور النفوس حيث محلوا الإقامة ثم يحولوا إلى مركز المحافظة ثم إلى المدرية العامة للأحوال الشخصية لتثبيت الزواج بعد زواج نضال وخلود تتالت ردود الفعل رئيس الجمهورية دعا إلى إقرار القانون المدني وكذلك فعل عدد لا بأس به من السياسيين لكن الأمر توقف عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقفلا الدرجة على القانون ومعتبرا ألا طائل منه أما المجتمع المدني فمشغول بالترتيب لزفاف على مستوى الوطن لأول عروسين تزوجا في لبنان مدنيا لقونا قريبا جدا على سحة الشهداء للاحتفال بعرس الزواج المدني طلقت من فكرة أنه يجب تكريم خلود ونضال وبساحة وطن كبيرة هي فعلا ساحة الشهداء نكون نحن كمان إلى حد ما أهل العروس وأهل العريس بهذا الزفاف الكبير إذا الزواج المدني اللي تم أول رح يتم بلبنان هو مخالف للدستور أنا باعد ندلق الدستور هو مخالف لآنون الله والطبيعة وهو الزواج سنقيم عرس كبير لا خلود ولا نضال وكمان لكل اللي يريد أن تزوجوا مدني وحتى في أسماء كثيرة وكبيرة ستتزوج مدني على المنصة ومباشرة وحتى في ناس ستطلق وترجع تتزوج مدني على المنصة مصادر خاصة بالجديد أفادت أنه عمم على أئمة المساجد أن يعلنوا في خطب الجمعة رفض الزواج المدني أهالي النبع يقطعون الطريق تنديداً بانقطاع الكهرباء المشكلة في النبع لا تختلف عن غيرها في المناطق اللبنانية الكهرباء مقطوعة منذ أكثر من أسبوع ولذلك قرر الأهالي حرق الإطارات وقطع الطرق عند الصلوم علهم يستحوذون على اهتمام المسؤولين إننا عشر تيام ما فيش كهرباء عمدوا عدو الشماء عبوكا بيجي للجاب يبدا كهرباء الدولي بدا كهرباء والاشتراك بده الكهرباء ولا سيقلي على الفقير سيقلي على كراسي بيسفروا وليدهم لعالم كله تموت نحنا من عشرين يوم والمتير بيتحكم فينا دفع على الحطب ودفع السخم ماء على الحطب على هالي اشتكوا من أن الخط الساخن الذي تضعه وزارة الطاقة لا يجيب أحد عليه صيادو سمك في الشمال يرفعون الصوت ويهددون باعتصامات لاحقة إذا لم تنظم عملية استيراد الأسماك توقفت مراكب الصيادين في الميناء استنكارا للظلم الذي وقع عليهم من استيراد أسماك من الدول المجاورة فاعتصم صيادو الأسماك في الميناء مطالبين الحكومة بتنظيم عملية الاستيراد بعدما تخطط المسموح ما يهدد أرزاقهم وناشد المعتصمون رئيس الحكومة نجيب ميقاطي ووزير الأشغال غازي العريضي ودعا حدا للإستيراد العشوائي للأسماك الأسماك الفازدة التي ضبطت بالآخر ورميت وهذا السماك يباع متاخما للساحات التي تباع فيها أسماكنا نرجو من المعنيين معالجة هذه الأنواع من الأسماك التي تباع على أنها أسماك بلدية وليست هي بلدية بل تنافس إنتاجاً المحلي نحن موجودين هون بس نقول لكل ونفهم لكل أنه إذا بدأ تبقى الوضع كما هو عليه نحن رح نتحرك ورح يبقى لنا تحركات كثيرة وهي دا أول تحرك رح يكون سلمي الثاني ما منضمن شو رح يكون وأكد أمين صندوق نقابة الصيادين في الشمال أن الإنتاج المحلي يكفي السوق الشمالي ولا داعي إلى الاستيراد فالمرفأ على طول الشاطئ الشمالي مهدد بالتوقف عن الصيد في عكار انهيارات أرضية تهدد بتهجير عشرات الأسر التي تنتظر المساكن البديلة خلفت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أخيراً أضراراً مادية جسيمة في الممتلكات تمثلت في بلدة الدورة عكار بانهيارات أرضية وانزلاقات تهدد بتشريد عشرات المواطنين من قاتني المنطقة الذين أبلغتهم البلدية بإنظارات خطية بوجوب إخلاء منازلهم بالسرعة القصوى حفاظاً على سلامتهم اللي منطالب فيه أنه يعني تقوم وزارة الداخلية بتبليغ الأهالي بالإخلاء الفوري من أجل حفاظها على سلامة الناس في فريق هندسي كمان بعته يعني الهيئة العلية اللي غاصية من أجل الكشف على كيفية يعني معالجة هالموضوع وعمل كل المناسب واللازم من أجل يعني إزالة الخطر عن 30 واحدة سكنية نحن ما بدنا أنه بس نعمل تقارير ونجي ونكشف كذا بدنا الخطوات شو بدي يصير سريعاً نحن كبلدي إنا بوجبنا الاحتراز الأول ونشد الأهالي المعنيين تأمين مساكن بديلة لهم بعد الأضرار التي لحقت بمتلكاتهم مبدين تخوفهم من عصفة جديدة قد تضرب المنطقة وتضاعف من معاناتهم أقامت المنظمة الدولية للإعلان حفل غداء في مطعم الميون حيث أعلن عن تعيين السيد فارس أبو حمد نائباً أول لرئيس المنظمة وسيتولى أبو حمد كذلك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي للمنظمة يذكر أنها المرة الخامسة التي تصل فيها شخصية لبنانية إلى هذا الموقع أهلاً بكم من جديد رحبت جماعات المعارضة البحرينية بدعوة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى الحوار لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد وكان الملك حمد دعا إلى الحوار وكلف وزارة العدل دعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني أحياءً للمناقشات التي انتهت بشكل غير حاسم في تموز من العام 2011 وقال خليل المرزوق المسؤول الكبير في جمعيات الوفاق وهي أكبر جماعات المعارضة في البحرين إن خمسة جمعيات معارضة اجتمعت في المنامة لبحث الدعوة مضيفاً إن المعارضة تتاجه إلى المشاركة وأن يكون لها ممثلين وأضاف المرزوق أن المعارضة بما في ذلك الجمعيات السياسية العلمانية والقومية تريد أن يركز الحوار على سبل الوصول إلى نظام ملكي دستوري ذي حكومة منتخبة أخبار دولية في هذه الصفحة أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن زيادة في عدد مقاعد مرشحين يحظون بدعم العشائر وعرض التلفزيون الرسمي نتائج معظم المقاعد وقال إن من فاز بها مستقلون وهم مرشحون لهم أجندات سياسية ويعتمدون على الانتماءات العشائرية أكثر من دعم الأحزاب ورفض حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأكبر حزب معارض في البلاد خوض الانتخابات علما أن حجم الإقبال على التصويت بلغ 56% رفض رئيس حزب يشعى تيد الوسطي الإسرائيلي يائير لابيد الذي حقق اختراقا انتخابيا كبيرا المشاركة في جبهة مشاركة تضم المعارضة اليسارية والوسطية ضد استمرار رئيس الوزراء المنتهي ولياته بن يمين نتانياهو وقال لابيد في مداخلة قصيرة غادة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية سمعت كلاما عن تأليف كتلة مناهضة لنتانياهو وأنا أقترح سحب هذه القضية من التداول لن يكون هناك كتلة غادرت الشابة الفرنسية فلورانس كاسية السجن في مكسيكو بعدما قررت المحكمة العليا إطلاق صراحها عائدة إلى فرنسا وصوت ثلاثة قضاة من أصل خمسة في الغرفة الأولى من المحكمة العليا لصالح إطلاق صراحها فورا بعد قضائها سبع سنوات في السجن لارتكابها جرائم خطف وجرائم أخرى من جانبه أبد الرئيس الفرنسي فرسوان ولوند ساعدته بإطلاق صراح كاسي مرحبا بالقرار القضائي ومن المعلوم أن كاسي البالغة من العمر 38 عاما اعتقلت عام 2005 بالتهمة الخطف وحيازة أسلحة من دون ترخيص وأدنتها المحكمة وحكمت عليها بسجن 69 عاما وقد أثارت قضيتها توترات دبلوماسية بين البلدين أقدم مئات المحتجين في بلدة اسماعيل الواقع شمال غربي أذربيجان على إحراق سيارات ومباني وألقوا الحجارة في تظاهرة منددة بسلطات محلية وذلك على أثر حدث سير وقالت الشرطة إن عددا من الضباط أصيبوا فيما كانوا يحاولون تهديئة الوضع إضافة إلى بعض المتظاهرين وإن قوات إضافية أرسلت إلى البلدة صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس فؤاد السانيورة منصق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي لجميل في حضور النائب أحمد فتفة والوزير السابق محمد شطح وتركز البحث على النقاشات والمشاريع المقترحة لقانون الانتخاب وكان موضوع قانون الانتخاب محور اللقاء الذي ضم رئيس أمين لجميل وشطح الذي رأى أن قانون اللقاء الأرتدوكسي يبدو كأنه معالجة حقيقية للطواف وخاصة المسيحيين لكنه يوصل إلى عكس ذلك لدى لقائه الجامعة الشعبية لمنطقة كسروان الفتوح أكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن هدف القوات التوصل إلى قانون انتخاب محق تتمثل فيه كل الشرائح فيه قانون واحد معه أكترية وبالتالي إذا نطرع عميس النواب بتقطعه بقيت لقونين بعد كله بين أخد ورد نحن مكفيين بالتفاوض اللي عم بصير بالمشاورات اللي عم بصير تلكنا نقدر نوصل على قانون انتخابات بالفعل بحسن وضع التمثيل ويكون يحوز على أكبر نسبة تأييد ممكن والسؤال الثاني اللي يطرع أنه في حال ما تم التوافق على أي قانون انتخابات صراحة ما بعده بس العال أكيد أنه أكبر توافق موجود بالوقت الحاضر هو على رفض أنه نستين بعد زيارته الرئيس سليم الحسر أن نائب تمام سلام أن مساحة عدم الثقة بين القوى السياسية داخليا كبيرة ولا تساعد أبدا على التوصل إلى نتيجة في موضوع قانون الانتخاب لافتا إلى أن ما سمي باللقاء الأرتدوكسي يعيدنا سنين إلى الوراء نطمح إلى الابتعاد عنها والاسترشاد بروح الطائف أحيى التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الوطني الديمقراطي الذكرى الثامنة والعشرين لمحاولة اغتيال المناضل الرحل مصطفى سعد واستشهاد ابنتي نتاشا والمهندس محمد طالب بلقاء سياسي تحدث فيه الأمين العام للتنظيم أسامة سعد الذي دعا إلى تشكيل حركة شعبية ضغطة تفرض معادلات التغيير وتكون عابرة للمذاهب والطوائف والمناطق بدنا مجلس نواب هاك لن يتعمل إلا بانتخابات خارج للقيضة الطائفة لبنان دائرة واحدة ونسبية أنا مش موافقين على كل الطروحات الأخرى اللي عم نسمعها لا من 8 أزار ولا من 14 أزار صراحة يعني لا 8 أزار شوارونا ولا 14 أزار شوارونا نحن ضد أي قانون انتخاب بأكد على الحالة الطائفية والمذهبية بالبلد نحن حذرنا من قانون الستين ومش يوفيه وشفنا النتيجة هلأ شايفينه ساد التوتر واجواء مخيم عين الحلوي إثر محاولة مجموعة المسلحة من مناصر حركة فتح الإسلام وأهالي الشاب محمود عبد القادر الذي قتل في سوريا أثناء قتاله إلى جانب الجيش الحر اقتحام مركز الصائقة في المخيم الذي عمدت عناصره إلى إطلاق النار في الهواء لإبعاد المقتحمين وعاد المقتحمون إدراجهم من دون تسجيل إصابات وعملت لجنة المتابعة الفلسطينية على تهديئة الوضع توجه عشرات المزارعين من أبناء بلدة شبعة برفقة النائب قاسم هاشم إلى أملاكهم المحررة منذ العام 2000 في مزرعة بسطرة بعد منعهم من قبل قوات اليونيفل التي قامت بانتشار واسع ورفعت أعلام الأمم المتحدة في عدة نقاط ورأى هاشم أن ما يحصل في مزرعة بسطرة بمثابة اعتداء جديد تنفذه قوات اليونيفل لمصلحة العدو الإسرائيلي أقدم مجهولون على إحراق محل لبيع المشروبات الروحية في بلدة جدرة على زاحر الشوف وقد أتى الحريق على كامل المحل الذي يملكه محمد علي حسين وهأدى أيضا إلى تضرر المنزل المجاور لصاحبه خالد علي حيدر وقدرت الأضرار بألاف الدولارات فيما عمل الدفاع المدني على إخماد الحريق رئيس بلدية جدرة الأب جوزيف قزي لفتا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الحريق مفتعلا أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير كما الإنسان كذلك القردة ففي بريطانيا وفي ظل موجة الساقية التي تضرب البلاد تحظى هذه القردة باهتمام المسؤولين وخصوصا أن هذه القردة بحسب المسؤول عن هذا المكان عشت 29 عاما في منزل أحدهم وهي اعتادت نمط حياة معين رفع الحظر المفروض على لوحة رسمت لملكة بريطانيا إليزابت أثانيا منعت من العرض 60 عاما وتحمل التحفة الفنية توقيع الرسامة جون نابر وتعود إلى عام 52 وتظهر فيها الملكة بعنق طويل جدا وبعد ستة عقود من وضعها في مجلس الأمنات خرجت اللوحة للعرض في مبنى سان جوج في ليفربول ورسم نابر الذي توفي عام 2001 لوحة أخرى للملكة مع عنق أقصر بعدما رفض مجلس الأمنات اللوحة الأصلية وما زالت اللوحة الثانية معلقة في مبنى تاون هول في ليفربول رسم الفنان البرازيلي إدوارد كوبرا وفريقه لوحة جدارية بطول 56 مترا على واجهة مبنى صممه المعمري البرازيلي الشهير أوسكار نيمير تكريما لعطاءاته وهو توفي في كنون الأول عام 2012 ورسمت هذه اللوحة وجه نيمير بألوان زاهية نجت طفلة تبلغ من العمر سنتين بعدما فقد والدها السيطرة على سيارتها الميتسوبيتشي بسبب ثلوج الكثيفة في موسكو وارتطمت السيارة بشاحنة كبيرة ما أدى إلى سقوط الطفلة من نافذة السيارة الخلفية على الأرض وبعد ذلك مرت بجانبها شاحنة أخرى إلا أن الوالد سارع إلى انتشالها ونقلت الطفلة إلى المستشفى بعد إصابتها بكدمات بسيطة في الرأس كان في النشرة الأسير أحيى المولد النبوي تزلجا وهالك فردبيان أذاقوه طعم قطع الطريق إشكال في وطل جوز انتهى بضحيتين عيب بقى المسؤولين ما يتحركوا لأنه في مسؤولين وراه في الخاص خلدون سنجاب إرادة لا تنكسر في مولد الرسول الأسد صلى وسلم جبهة النصرة ليبية الأصل وشمشوم الجبار تابعتم في النشرة كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله اشتركوا في القناة شكرا